السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقرة جديدة من علماشي وهذه الفقرة بعنوان سعادة حقيقية تغير حياتك الوهي صندوق التبرعات صندوق السعادة ضع هذا الصندوق في البيت ضع هذا الصندوق برؤية سهلة أو سهل للرؤية وسهل للوصول إليه تبرع كل يوم دولار دولارين عشر عشرين تستطيع عليه ولكن النية عندما يمتلئ الصندوق أو يمتلئ نصف هذا الصندوق تأخذه في سبيل الله إلى مدرسة إسلامية مسجد إلى أيتام حتى لو كان عندك ضيف تستطيع أن تأخذ من هذا الصندوق لإكرام الضيف أو شراء هدية للزوجة هذا الصندوق يغير حياتك حتى لو نكناوي مقابلة عمل وخايف من المقابلة ضع تبرع في سبيل الله في هذا الصندوق لو حبيت أن تذهب رحلة سفرة باربيكيو أي سفرة أي رحلة تبرع في هذا الصندوق ضع في هذا الصندوق قدر من المال تجد أن الوعود كلها تنطبق عليك في القرآن الكريم وعود الصدقة أيضا الوعود التي أتكلم عنها رسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الشريفة إذن تذكر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسنيسره لليسرة تذكر قول رسول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع الشر أو مصارع السوء كما قال صلى الله عليه وسلم إذن أحباب الله تذكر أن هذا الصندوق ممكن يغير حياتك حتى لو امتلأ نصف هذا الصندوق وتأخذه لأي أمر في سبيل الله تجد أنه فعلا يتحول هذا الصندوق إلى صندوق سعادة وتصبح هذه العادة عبادة أكثر من الصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم نراكم في فقرة جديدة إن شاء الله من الماشي ترجمة نانسي قنقر